بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً فيكم في هذا الفيديو الجديد المتعلق بالانحضار اللوجستي وهو عبارة عن أحد أنواع تحليل الانحضار ولكن عندما يكون المتغير التابع له خصائص معينة حنتعرف عليها مع بعض بسرعة عامة الانحضار أو الريجريشن هو هدف وعملية التنبؤ بمتغير اللي احنا بنسميه البريدكتد اللي هو المتغير المتنبؤ به بدلالة متغير أو أكثر بنسميهم بريديكتورز أو منابئات بهذا المتغير المراد التنبؤي طبعاً تجاوزاً وأنا تملي بأكد في هذا التجاوز أن احنا بنقول أن المتغير هو عبارة عن المتغير التابع بينما البريديكتورز اللي هي المتغيرات المستخدمة في التنبؤ هي المتغيرات المستقلة وبالتالي الانحضار اللوجستي نهدفه نفس الوضع هو التنبؤ بمتغير تابع بدلالة متغير أو أكثر من المتغيرات المستقلة إذا كان هذا هو وضع الانحضار اللوجستي فما الفرق بينه بين الانحضار الخطي البسيط أو الانحضار الخطي المتعدد الفكرة الأساسية هي شكل المتغير التابع فكرة المتغير التابع وللتالي تعالي نعمل كده مع بعض التصور حوالين يعني إحنا هنتكلم في إيه مع بعض في هذا الجزء أو نحط لهذا الفيديو مجموعة من الأهداف أنا طبعا بركز في الفيديو أحقسمه إلى جزئين الجزء الأول حيكون هدفه توضيح القصص النظرية اللي أقيم عليها الانحضار اللوجستي ودي من وجهة نظري أهم بكتير جدا من نفتح برنامج الاس بي اس اس ثم أبدأ أعمل الانحضار اللوجستي وأبدأ أفسر القيم كتير جدا بيعمله هذا التصور أنه بيبدأ على طول لما يكلم حضار اللوجستي يفتح برنامج الاس بي اس اس أو أي برنامج آخر ثم يبدأ يشرح أنا لا أفضل هذه الطريقة لأن للأسف بتخلينا نفقد فهم كثير مما هو موجود قدام مننا في نتائج برنامج الاس بي اس اس وده للأسف الشديد برضو أنا وجدته في الفيديو العربي مش أزولي ما فيه اتنين فيديو عربي موجودين حوالين الانحضار اللوجستي لجل هذه الأخطاء في تفسير نتائج الانحضار اللوجستي الهدف من الفيديو بتاعنا هو أن احنا نفهم نفهم بأكد كلمة نفهم يعني إيه انحضار اللوجستي ولذلك الهدف زي ما حدكم شايفينها في الجزء الأولاني والجزء الثاني حيبقى فيه تطبيق طبعا على مثال حنديكم الدرجات بتاعي تحتيبقى موجودة في اللينك الأسفل الفيديو عشان خاطر تجربوا بنفسيكم وتوصلوا تشوفوا النتائج وتحاولوا تجربوا بصورة يعني إيه عملية ما سنقوله بصورة نظرية بقى في الجزء الأول من الفيديو بتاعنا حنتكلم على الانحضار اللوجستي فكرته الأساسية هي إيه الفرق بينه بين انحضار الخط البسيط أو الانحضار الخطي المتعدل أبصورة عمل انحضار الخطي يعني السؤال لماذا نحتاج إلى انحضار اللوجستي الليث يكفينا لانحضار الخطي عشان نفهم انحضار اللوجستي أو Logistic Regression لازم نتكلم على حاجة اسمها Odds Ratio البعض بيترجمها لنسبة الترجيح وبعض بيسمي لنسبة الفرصة هنشوف يعني Odds Ratio أو نسبة الترجيح مقصود بيها إيه ثم زي ما قلت في الجزء التاني أو الفيديو رقم اثنين حوالين انحضار اللوجستي هنتكلم مع بعض حوالين كيف يمكن استخدام بيانات ثم نفسر نتائج الانحضار اللوجستي صورة خاصة تفسير القيام لكن تعال نشوف مع بعض في البداية إحنا هنقول إيه الفرق بين تحليل انحضار الخطي وتحليل انحضار اللوجستي متى يستخدم تحليل انحضار اللوجستي عندما يكون المتغير التابع اللي هو ممكن نسمي وي وممكن نسمي صاد المهم المتغير المراضي التنبؤ به predicted المراضي التنبؤ به أو المتغير التابع بيكون من نوع المتغيرات الإسمية اللي هو binomial logistic recognition binomial يعني ثنائي ثنائي المتغيرات فيها dicotinus يعني تاخد قمتين yes or no نعم أو لا يعني وحنشوف طبعا أمثلة في مجال تخصصاتنا المختلفة سواء كان مثلا في مجال التربية أو في مجال علم النفس أو حتى في مجال الطب أو في مجالات مختلفة إزاي الاحضار اللوجستي ممكن يكون outcomes variables أو بسمي predicted variables المتغير المتنبأ به أو المتغير المراض تفسيره أو المتغير تجاوز المتغير التابع إزاي إنه ممكن يكون صنائي هل في شروط بقى حول المتغيرات المستقلة اللي هي predictors لأ ما فيش عندي شروط ممكن تكون continuous ممكن تكون متغيرات مستقلة متصلة ممكن تكون متغيرات categorical متغيرات فئوية وممكن تكون mixed ممكن تكون خليط ما بين الاثنين لكن إذا كان عندي المتغير التابع سنائي فبنستخدم binomial logistic regression طب هناك صور أخرى طبعا نفترض أن أنا عندي المتغير اللي أنا بتعامل معه من سنائي هو اسمي آه لكنه من سنائي ثلاثي وقعا كده مش حينفع binomial logistic regression عن نستخدم حاجة اسمها multinomial logistic regression وده بيستخدم لما يكون المتغير التابع متغير categorical فئوي بيحمل أكتر من فئتين يعني زي كده بمجرد تجبيه لما كنا بنستخدم تي تست للمقارنة بين متوسطين ثم نستخدم أنوفا لما يكون عندي أكتر من فئتين المالتينومي logistic regression بيفترض أن المتغير التابع عبارة عن متغير ينتمي إلى المقاييس الإسمية اللي الرقم فيها لا يعني لا يعني أي قيمة عددية لما قول ذكور وإناث حد الزكور واحد والإناث اتنين مش معناه أن الإناث أفضل أو حد تعملنا العكس أن الرقم لا يشير هنا إلى تقدير كمي في صفة يحملها المتغير مجرد الرقم يحل محل الإسم فبقولي إذا كان عندي المتغير ثنائي التابع ثنائي لهو قيماتين فقط هما دول القمياتين المحتملتين فبالتالي باستخدم binomial logistic regression هو الحضار الخطي الثنائي لكن إذا كان المتغير التابع بينتمي للنومنال يعني القيم لا تشير إلى أي تقدير كمي أو أي رانك رتبة أو أي حاجة ولكنه مجرد مغير يحل محل الإسم بس مش فتنين في أكتر يبقى مش عيستخدم binomial عيستخدم multinomial multi يعني متعدد ونومنال لأن أو نوميال اللي معناها إثمي يعني المتغير فيها ليس له قيمة عددية طب نفترض أنه هو المتغير بتاعي له قيمة عددية يعني بس مش يعني من نوع categorical وفي نفس الوقت زي مستوى التعليم مثلا بنقول ابتداء إعدادي ثانوي يعني المتغير بتاعي categorical فئوي آه بس الرقم فيه له معنى رانك معنى الرطبة يبقى مش حينفع multinomial ولا binomial ولكن طبعا الlogistic regression بالصورة عامة عالم واسع جدا جدا مليء بالأشياء التطبيقات الكثيرة اللي البعض بيخصص له كتب كاملة عشان يعني يتعامل معها بقول إن إحنا بنتعامل إمتى نلجأ مرة تانية بقى نرجع لموضوعنا الأساسي متى نستخدم الlogistic regression أو binomial خلينا بتورك binomial logistic regression آه بستخدم ال binomial logistic regression لما يكون المتغير التابع اللي هو الexplanned variables بدي إني قوي كلمة التابع ومستقلة أنا بحس إن دي خاصة بالمتغيرات التجربية لكن إحنا بنحاول نقرب الفكرة فمن غير المصطلحة لكن بصورة عامة لما يكون المتغير التابع متغير ثنائي يعني له قيمتين زي الأمثلة اللي موجودة قدام حضراتكم دلوقتي طالب بيقدم نفسه للجامعة عايز يلطحك بجامعة طبعا بنكلم خليبا نحن نتكلم ثقافة غربية شوية نحن نطلب طالب طالب ما أقدم ورقه في الكلية ومعا مش عارف لكن في الغرب بقى في قصة تانية والمثال اللي حنعمله حيبين الكلام ده أنا مقدم في الكلية حيقبلوني ولا حيرفضوني القبول أو الرفض مفيش احتمال ثالث أحيانا ممكن يكون في احتمال ثالث وبالتالي ممكن نستخدم ملتينوميا لكن أنا بقول قبول أو رفض ممكن في حاجات بحاجة اسمها conditional acceptance قبول بس مشروط يبقى إذن عندي ثلاث فئات أعمل لي acceptance أو rejection أو منافسة يعمل لي conditional acceptance لكن ده مش هنتكلم عليه هنتكلم على الحالة الثنائية اللي هي قبول أو رفض فقط لو أنا عايز ده عايز أتنبأ بأن الطالب هيقدم وراء وحيقدم شيئة معينة هيقبل أو يترفض ممكن أحيانا بنهتم إن احنا نتنبأ بالطالب اللي حيستمر في الجامعة إلى أن يحصل على الدرجة وفي طالب يترك الجامعة وروح يحول لجامعة أخرى أو كده يا طرى هل ممكن التنبأ بأداء الاستمرار في الدراسة إلى أن نصل إلى حصول على الدرجة دي تجيب تاعتي ولا إن أنا ممكن أعمل عملية إن أنا أسيب الدراسة وأخرج معدهم بيخرج رحي الجامعة تانية معدهم بيخرج للعمل معدهم لأسباب أو أخرى هل ممكن حيتولد العيف حي ولا يقول الداد فبالتالي ممكن يكون عندي برضو إنه هوت إن أنا التنبأ بذي الأشياء بحالتين الموت مقابل الحياة طبعا كل حاجة بأمر ربنا لكن ربنا سبحانه وتعالى برضو في شيء من التنبأ ويعني ما فيهاش أي شيء هنا مرض معين هل ينتقل من الآباء للأبناء مرض وراسي هل ممكن ينتقل الآباء للأبناء فبنقول مرة تانية المتغير التابع يحمل قيمتين فقط هما سفر وواحد سفر يعني الفشل وواحد يعني النجاح ده ما اللي احنا بنكون يعني بوسيتف يعني بيعني بنفضل التنبأ بالنجاح مش هل سنقول تنبأ بالفشل لكن ينفع ينفع إحصائيا ينفع لكن هاي دايما عايزين نتنبأ بالنجاح الطالب أو الجانب الجوانب البوسيتف ده ما عايزين يتنبأ بقاء الجنين على قيد الحياة بعد الولادة عايزين يتنبأ بفكرة يعني الشخص يعني يكون سليم من المرض يعني تمال بنتكلم على الجانب الإيجابي وبالتالي السفر والواحد السفر يعني الفشل ده ممكن تمشي من بتاعتنا يتقبل وحد يعني النجاح لكن ده مجرد مجرد ومهم جدا في الانحضار اللوجيستي وانحب نعمل التحليل بمتأكدين ان البرنامج بتاعنا بيعمل عملية موديلنج نمذجة للنجاح اللي احنا عايزينه بلان هتفرق الكلام يفرق كتير جدا اذا كان البرنامج بتاعي بيعمل موديلنج للفشل وانا ممكن بطريق مشوخ بالي ان البرنامج بياخد ايه يعني هو تملي البرنامج لو انا حاطت واحد للنجاح وصف للفشل تملي بياخد الواحد ويتنبأ به لكن لو انا عكست السبب او لاخر وغيرت خلي بالنا ان احنا نتأكد الموديلنج بتاعي الشخص بيه لان المعنى والنتائج والتفسيرات كلها هتختلف مرة ايه خلاصة الجزء الغير اللي احنا قلنا ان نستخدم عندما يكون المتغير ال المتغير التابع او المتغير المرات التفسير او المتغير التبابي ياخد قيمتين فقط طيب السؤال اللي احنا بقى ما بنستخدم ش الانحضار الخط البسيط اه الانحضار الخط البسيط عايز نعمل البيانات زي اللي قدام منها دي التحصيل مثلا والدافعية مثلا دي مجرد ارقام هايبوستيكال كده يعني افتراضية كده احنا مجان لحظة المتغير لو انا عايز اتنبأ بالتحصيل بدلالة الدافعية يعني المتغير التابع بتاع اسمه التحصيل والبريدكتور هو من نسبة للدافعية المتغير التحصيل بياخد قيم متصلة زي ما حدكم شايفين يعني ده مجرد عينة صغيرة من الدرجات 25 و 57 و 50 و 3 مش بياخد 0 و 1 زي ما انا بقول دلوقتي المتغير المستقل مليش اي ما بحطش على اي شروط ممكن يكون زي ما يكون لكنها بتكلم عن المتغير التابع 25 27 اذا ده مش بياخد القيمتين ده بياخد قيم مختلفة يبقى ده ينفع معنا حضار الخطي البسيط او الحضار لو كنت على من سبيل المثال لان الدافعية فقط يمكن سمين حضار خطي بسيط اذا ممكن اتنبأ بالتحصيل بدلات الدفعية واستخدم الانيار ريجريشن عادي لان الاتنين متغير ولو انا رسمت كده رسم بياني يبين الاعلاقة ما بين الدافعية والتحصيل في الرسم اللي قدام حضاراتكم ده نقط اللي قدامنا دي هي النقاط اللي بتعبر عن الدرجات قيمة الدافعية بكام وصد قيمة التحصيل الدرجات واضح انها يعني ممكن ارسم خط يعني ممكن يكون الخط ده حوال منه النقاط متوزعة بطريقة منظمة وبالتالي ممكن ارسم خط زي ما حضراتكم شايفين بهذا الشكل الخط ده يتنبأ بقيمة كويسة او بنسبة دقة كويسة جدا بالتحصيل طبعا التحصيل هو المحور الرأسي لان ده المتغير اللي هو صاد اللي هو واي اللي انا بتنبأ به بينما الدفعية هي المتغير المستقل اللي هي اكس لاحظوا الخط المستقيم يعني قريبة منه النقاط وحاول منه النقاط بطريقة يعني سيمتريك طريقة منظمة وزيك لو انا جبت طب الخطأ المعياري بتاع الدرجات دي الخطية دي المعادلة الخطية لو شفت الخطأ المعياري والجزء المظل اللي حاول منه لاحظوا الخطأ المعياري تقريبا ده بيقع فيه غالبية النقاط معادة نقطة واحدة اذا يعني الانحضار الخطي جميل جدا ومثال جدا ورائع جدا في هذا المثال لان النقاط تكاد تكون متوزعة على جانب اليمين والجانب الشمال او على الخط بنسب معقول جدا وبالتالي الانحضار الخطي مناسب لكن المثال بنتكلم عليه او دي شكل معادة الانحضار الخطية بسيطة لان ما عندش غير متغير مستقل واحد فقط why hat اللي هي القيمة المتنبأ بها للمتغير التابع بتتوقف على حاجتين ايه اللي هي عبارة عن items اللي يتعتبر بمثابة regression parameters اللي هو معامل الانحضار اللي هو بيسمو الميل ومقدار البي ثم x هو المتغير المستقل العلاقة علاقة خطية علاقة خط مستقيم تتوقف على قيم a اللي هي parameter estimates اللي هي معاملات الانحضار معامل الانحضار هنا عندنا الحضار خطي بسيط فتوجد قيمة واحدة او قيمة التانية اللي هو الجزء المقطوع من المحور صاد يعني الخط المستقيم بتاعنا فالما كنا بنجي بنفسر ودي الحتة اللي أنا بركز عليها في هذا الفيديو لما نجي بنفسر ما معنى قيمة a ده يعني بيمثل a ديت بتمثل مقدار التغير اللي هيحدث في قيمة المتغير التابع مقدار التغير اللي هيحدث في قيمة المتغير التابع عندما يزيد المتغير المستقل لدرجة واحدة هقولها مرة تانية لأن هي دي بقى اللي احنا هنقولش كلام ده مش هيمش في حيات اللي نحضر اللوجستي خالص يعني مش هيمش كلام هيبقى مختلف تماما بس هقول مرة تانية حضار الخطي بيقول ان قيمة a اللي هي قيمة parameter estimates اللي هي قيمة slope قيمة الميل قيمة معامل لانحضار ده معنى ماذا تمثل قيمة ايه بتمثل مقدار التغير اللي بيحدث في قيمة المتغير التابع عندما يزيد المتغير المستقل لدرجة واحدة طيب ده جميل جدا هل هذا هينطبق على حالة بقى نحضر اللوجستي لا مش هينطبق وانا اجد الكلام هيختلف المعادلة دي ومعادلة ايه معادلة خطية وشوفنا ممكن تكون مستخدم امتى اذا كان المتغير التابع المتغير continuous ننتقل بقى لموضوع احنا لأ احنا عندنا المتغير المستقل قيم عادية وقلنا معلوش اي شروط لكن كلامنا بقى المتغير التابع لاحظ قيمة صاد صيد مش التحصيل المرة دي صاد هي القبول القبول في جامعة معينة او النجاح او ان شخص يجاوب على سؤال معين اجابة صحة ولا غلط او الطفل ده الجنين ده هيتولد العيف حي ولا هيتولد ميت القبول في الجامعة هيتولد acceptance ولا rejected وقص على حدها بس عن دي المتغير التابع بياخد قيمتين فقط 0-1-0-1-0-1 اي المتغير المستقل بياخد قيم متصلة او حتى قيم صنائيا طب لو انا رسمت رسمة زي دي رسم بياني عبر عن الكلام ده برضو قبل ما سيب شريح لا هي دي هنا بيستخدم logistic regression عندما يكون أو binomial logistic regression يستخدم عندما يكون قيمة المتغير التابع او قيم المتغير التابع هي حاجتين ليس لهم ثالث ياما 0-1-0-1 حيث احيانا الوضع مختلف تماما عن الصورة قبل كده بتاعت الحضار الخط البسيط ده ان شايفيني ان قيم المتغير التابع اما موجودة عند السفر اما موجودة عند السفر اما موجودة عند الواحد وقيمة يعني قيمة الدافعية رايحة بتزيد لكن قيمة المتغير القبول له شغل قيمتين اتنين ياما سفر ياما واحد فلو انا هل ممكن شكل ازاي ده لو انا استخدمت معاه الحضار الخطي هيكون مناسب مش ممكن يكون مناسب لان مبيش خط ده انا عايز خط يعني يروح يجيب التلات نقاط اللي فوق ثم ينزل ينكسر ثم يروح يجيب البيت الاربع نقاط التانين فده مش ممكن يمثلهم بخط مستقيم ابدا وبالتالي لو احنا كده اتخيلنا الخط مستقيم لا الخط المستقيم ده النقاط يعني نقطتين بيتنبأ بهم بدقة جدا بقيت النقاط بعد جدا عنه مش هو ده الخط اللي يعبر عن اللي انا عايزه يعني المعادلة الخطية لا تصلح المعادلة الخطية لا تصلح طيب لو انا ده اللي انا عايزه بقى انا عايز منحنة بهذا الشكل منحنة يعني المعلاقة تمثلها منحنة ويا سلام بقى لو كان انكسر كمان انكسر افضل من كده وجاب لي الدرجات هيجيب لي درجات اكتر وبالتالي انا محتاج ليست علاقة خطية ولكن محتاج علاقة منحنية طيب اذا كنت عايز حاجة بالشكل ده اللي هما بيسموها حرف الاس او شكل حرف الاس طبعا كل ما هيكون التقوص بتاع المنحنة في النص قوي كل ما هيكون شكله قريب من حرف الاس عشان كده بيسموه هذا المنحنة اس شاب يعني شكل حرف الاس اس شاب يعني شاب او شكل حرف الاس وده هو شكل المنحنة اللوجستي او قريب منه طبعا المعادلة بقى اللي تعبر عن هذا المنحنة المعادلة الخطية اللي احنا شفناها دي نبنى أن نفكر يعني ما ينفعش نستخدم نحضر الخطي لا ما ينفعش السببين السبب الأولاني أن أنا قلت أن قمتي المتغير التابعة تاخد 0 و 1 لكن ما عنديش في المعادلة الخطية أي حاجة تضمن لي أن لا يمكن يكون الناتج 0 و 1 ده ممكن إحنا قلنا ما فيش أي قيود على المتغير المستقل إذن ممكن يطلع لقيم سالبة ممكن يطلع لقيم سالبة ممكن يطلع لقيم أكبر من الواحد ممكن يطلع لقيم أكبر واحد وهل القيم السالبة والقيم الأكبر من الواحد دي لها معنى ملاش أي معنى إيه معنى أن الاحتمال أو أن الشخص دركته على المتغير التابع بسالب 2 من 10 هذه قيمة غير محتملة أساسا غير مقبولة أساسا إذن أنا لأنا ببحث عنه ببحث عن معادلة هذه المعادلة تضمن لي أن خط الانحضار أو المعادلة دي لا تخرج عن أنها تديني قيم محصولة بين 0 و 1 المعادلة الخط المستقيم لا يوجد بها ضامن تضمن لي موجودة في 0 و 1 أن غالبية النقاط لا تقع على خط الانحضار لأن خط الانحضار نحن شفنا الخط ده نقاط بعيدة عنه شمال ويمين وبالتالي لا تصلح طيب أنا عايز بها إيه دة لو شكل يعني نحن بها أنا محتاج حاجة بهذا الشكل أنا محتاج حاجة تعمل كده هذا الشكل هو الانحضار اللوجيستي هذا الشكل هو الانحضار اللوجيستي اللي شوف خد النقاط اللي فوقه وخد النقاط اللي تحته هذا ليست علاقة خطه مستقيم اللي هو الخط الاسود ده ليست علاقة خطه مستقيم طيب إحنا عندنا تصور دلوقتي حوالين إحنا عايزين إيه إحنا بنقول إن المعادلة الخطية اللي فوق ديت اللي إحنا شفناها لا تصلح طيب إيه اللي إحنا عايزينه إحنا عايزين معادلة إحنا عايزين معادلة تضمن لي حاجتين برضو مرة تانية تضمن لي إن القيم اللي بتخرج من المعادلة قيم دايما موجبة حاجة تانية عايزها دايما ان القيمة اللي تخرج هي القيمة تكون محصورة من 0 و 1 يبقى حاجتين محتاجهم ان المعادلة اللي انا هستخدمها للحضار اللوجستي تعمل حاجتين تضمن ان قيمة المتغير التابع اللي انا بتنبق به لا يمكن تكون بالسالب يعني دايما موجبة لان السالب ليس له معنى وفي حاجة تانية ان لا يمكن تكون اكبر من الواحد ابدا يعني محصورة بين 0 و 1 طيب احنا عشان نقرب الفكرة هنبدأ بالمعادلة الخطية العادية اللي احنا كلنا عارفها وي هات ساوي اي اكس زائد بي وحنفكر بموضوع بمنطقين بطريقتين طريقة الاولانية ان احنا نقول احنا عايزين نضع قيود او نستخدم معادلة او نستخدم دالة في الرياضيات هذه الدالة تضمن لي ان قيمة اي اكس بلاس بي ده او اي اكس زائد بي دايما تطلع قيمة مجابعة يعني دي اول حاجة وبعدين عايزين خطوة تانية ان يكون محصورة بين 0 و 1 نمشي مع بعض خطوة خطوة انا عايز القيمة اللي فوق دي اللي هي موجودة في المربع دي دايما تكون مجابعة او في الرياضة في معادلات كثيرة او في دوال اي سب في دوال كثيرة ممكن تخليلي اي قيمة بتطلع تظل مجابعة زي اي مثلا زي القيمة المطلقة لو انا عندي اي القيمة المطلقة لأي رقم دي بقيمة مجابعة في حاجة تانية او في الدلة ان انا اربع التربيع لكن احنا مش هنستخدم دولة ولا دولة ليه هنعرف بعديين احنا دي مش هنستخدم ده ولا ده احنا هنستخدم الExponential Function اللي هي الدلة القصية يعني اللي هي عبارة عن اي ما معنى الدلة يعني اي قص اي اكس بلاس بي هي الاي ديت الاي دي مش ممكن انها تكون بالسالب يعني يعني انا لو دخلت للاي اولا ما معنى الاي مفهوم الرياضي الدلة القصية اولا الدلة القصية دي عبارة عن مقدر ثابت الاي ده مقدر ثابت يعني مبتع الرياضة جيدا يعني متخصين مجال الرياضة وهو يساوي 2 علامة 7 1 8 2 8 2 لكن اهم حاجة في الدلة القصية في القيمة دي بعض الناس اسمعنا القيمة دي القيمة دي واجده بتغير الرياضة انه لها فوائد كثيرة جدا رقم سحري بيدخل في اشياء كثيرة جدا وبيحل مشاكل كثيرة جدا وبالتالي استخدمه ويسمى الاساس الطبيعي الاساس الطبيعي لان فيه مثل ممكن يكون اساس 10 10 أس 2 5 أس 2 كل دول ما مصومش العشرة والخمسة والاثنين والقيم دي كلها مش اساس طبيعي ومالئم تعتبر الاساس الطبيعي اللي هو الرقم ده 2.718282 ايه دلة القصية مالها بقى الدلة القصية دايما دايما لو دخلت لها اي قيمة مجابة أو سالبة فالدلة القصية دايما بتعطيلك قيمة مجابة يعني ايه قص عشرة مجابة ايه قص سالب عشرة مجابة ايه قص واحد بسفر ولذلك الدلة القصية دي دي في غاية في غاية الأهمية في غاية الأهمية وحنستخدمها وحنشوف لما نجي نطبق في الاس باس اس بالجزء بتاع الاس باس اس الكلام اللي أنا بقوله ده هو ان قيمة الدلة القصية ممكن انها تكون امتها تكون يعني بواحد لما يكون اي قص سفر طيب وامتها تطلع باكبر يعني باكبر من الواحد اه لما تكون اي قص اثنين اي قص ثلاثة اي قص اربعة طب امتها تطلع اقل من الواحد لما تكون اي قص ناقص رقم سلبي يعني اي قص ناقص اثنين اي قص ناقص ثلاثة تطلع بقى رقم سلبي يبقى السفر بيطلع للقيمة إي قص سفر بواحد وما فوق السفر يطلع للقيم أكبر من الواحد وما أقل من السفر يطلع للقيم أقل من الواحد لكن مش ممكن يطلع للقيم أقل من السفر لا يمكن عشان كده احنا بنستخدم الدلة القصية فالدلة القصية بتضمن لي ان احنا نستخدم او ندائما بنضمن ان اي رقم منجيب إي قص اي رقم إي قس أي رقم هي دايما قيمة مجابة إذن هنستخدم الأكس بورينشان أو نستخدم إي داية لأنها بتضمن لي إن دايما القيمة تبقى مجابة وبكده أنا ضمنت الشرط الأولاني يعني الشرط الأولاني يتحقق إن أنا ممكن أقول إن وي هاد بتسوي إي قس إي إكس بلاس بي ونضامن إن دي عمرها ما حتطلع أكبر من الواحد أو ستطلع أقل من السفر ودايما قيمة مجابة أيها بس في شرط تاني إن إحنا عايزين دايما إن يطلع قيمة الواي هاد تطلع أكبر من محصولة بمن سفر وواحد يعني اللي ممكن تكون أكتر من الواحد والإي قس رقم ممكن تطلع أكبر من الواحد بس أنا مش عايز الموضوع دا يبقى عشان تخلص من الموضوع دا كمان اعمل كده خد إي قس إي إكس بلاس بي اقسمها على واحد زائد إي إكس بلاس بي يعني الحاجة على نفسها زائد واحد وده تعالوا نفكر مع بعض لو إي قس إي إكس بلاس بي دا كبرت جدا يعني بقت مية ألف ألف على ألف زائد واحد يعني ألف وواحد تقريبا ألف مش كده يبقى إذن لما الإي بتجمر مهما تكبرت ها حتظل القيمة دي أكس ماكسيما بتحب واحد طب تعالوا نفكر في العكس إي صغرت جدا ما إحنا قلنا إن إي دي مش ممكن تطلع قيم سالبة إذن أصغر قيمة لها بالنسبة لها بكام بسفر يعني إي لا يمكن تقلع عن السفر يبقى سفر على أي حاجة بكام مو بسفر يبقى فعلا هذه المعادلة البسيطة اللي احنا شفنا جبناها إزاي هذه المعادلة البسيطة بتضمن لي بتضمن إن وي هات القيمة اللي منيحة تانية لا يمكن حتطلع قيمة مجابة لا يمكن تطلع قيم سالبة وفي نفس الوقت هذه القيمة اللي منيحة اليمين لا يمكن إنها تطلع قيم أكبر من الواحد وده اللي أنا عايزه وذلك المعادلة اللي في الآخر دي هات ليه وحد بتساوي X plus B على واحد زادي X plus B اللي ماوجودة دي هي دي معادلة الإنحضار اللوجستي لو قاررنا المعادلة اللي فوق ليه وي هات بتساوي X plus B بواي هات اللي تحت بفوق الإنحضار الخطي وتحت الإنحضار اللوجستي هنكتشف أن العلاقة ما بين المتغير التامة والمتغير المستقل ليست علاقة خطية ولكن علاقة منحنية بتاخد شكل حرف الاس اللي احنا ممكن نرسمه طيب دي طريقة وصلنا بيها إلى معادلة الانحضار اللوجستي ودي المعادلة اللي احنا بنستخدمها علشان نحسب قيمة A اللي هو البرامتر استماتس وقيمة B اللي هو المختار السابت هل ينفع بقى في المعادلة دي وده الحتة برضو اللي انا يعني هزا رجع عليها وأكد عليها هل ينفع في المعادلة دي ان نقول ما معنى قيمة A ايه دي معناها ايه اقول او الله ان ايه دي معناها زي ما كنا بنقول في الحضار الخط البسيط او الحضار الخط المتعدد ان A دي ايه مقدار الزيادة اللي حتطرق فيه قيمة المتغير التابع زي ما يديد المتغير المستقل لدرجة واحد لا ما ينفعش ما ينفعش لان المعادلة هنا ليست معادلة خطية دي معادلة منحنية معادلة منحنية فالكلام ده لا ينفع ما ينفعش الكلام ده غلط وذلك برضو بلقلت للأسف اللي خلاني اعمل هذا الفيديو ان بعض الزملاء اللي بيتكلموا فبايت بقولوا كأنه بيفسر انحضار خطي بسيط طب هقول ايه طب انا اقول ايه في الانحضار اللوجيستي هنشوف مع بعض هنشوف مع بعض ايه هنقول ايه بس بقول ما ينفعش ان انا اقول ان قيمة ايه وهو الايتم اللي هو بيسمى ما يسمى ريجريشن برامتر معامل للانحضار معامل للانحضار اللي هو الايه ديت اللي هو الايتم اللي هو يعتبر السلوبس الميل بتاع المنحنى ما ينفعش اقول ان ده مقدار الزيادة التي تطرق على المتغير التابع عندما يزيد المتغير المستقل لدرجة واحدة كلام ده ينفع في الخطي انا ما ينفعش طب ننفع نقول إيه؟ حنعرف حالاً دلوقتي ينفع يقول إيه نقول إيه بالظهر بس قبل ما نقول ديت قبل ما نقول ينفع يقول إيه أو لازم نقول إيه في الانحضاره اللوجستي تعال نرجع مرة تانية إزاي إن أنا أتنقل من المعادلة الخطية إلى المعادلة اللوجستية هل ممكن بدلاً ما نفكر نفكر بترية عكسية؟ يعني إيه نفكر بترية عكسية إحنا فكرنا إن إحنا إيه؟ إزاي ناخد قيمة الـ AX Plus B دي نحولها إلى صورة تضمن لي إن دايماً المتغير المستقل لا تزيد قيمته دايماً ندي قيمة مجابعة ده الشرط الأولاني وإن قيمته محصورة بين 0 و 1 هل ممكن أفكر بترية عكسية؟ أسيب المعادلة اللي في النحية التانية AX Plus B زي ما هي كده ده دي اللي إحنا معتدين عليها وأحور قيمة الـ Y هات اللي هو المتغير التابع هل ممكن إن أنا أعمل كده؟ آه ممكن نعمل كده وده هنسمي إيه؟ تحويل المعادلة الانحدرية إلى المعادلة اللوجستية بطريقة أخرى خلي بالكواب قبل أن نطلقوا حتة ديت لأن بعض الكتب لما تيجي بتاع المعادلة وي هات اللي فوق ديت واللي تحت اللي اتنين حاجة واحدة اللي احنا وليس نوصل لها في الشريحة اللي فاتت اللي اتنين حاجة واحدة بعض الناس ما بتحبش كلمة EXX موجودة في البسط وموجودة في المقام تكرارها بيخلي بعض الطالبة اللي هم برضه عندهم خف شوية من الرياضة انهم يقولوا لأ دي مش هتنفع ده ممكن تلغبط الدنيا تعالى نقف شوية ونخلي ان ال E دي موجودة في حتة واحدة او موجودة في حتة واحدة ازاي؟ ببساطة اللي تحت ده هو اللي فوق بمجرد لو احنا جينا ضربنا في بسط والمقام ضربنا البسط والمقام في EXXXB اللي فوق واللي تحت في EXXXB يعني بدون ما اخش في حسابات رياضية بسيطة جدا ممكن تعلمناها في إعدادي لو انا قلت EXX مضروبة في EXY فدائم تساوي EXXB تاني اذا قلت EXX في EXY فده معناها ان انا بجمع القصص ولو الاسم بطرح القصص فانا عشان كده لو اضربت في اللي فوق ده فهنجد ان اللي فوق حيتحول لواحد واللي تحت حيتحول الى واحد بلاس EXB انا اللي بجيب دي ايات انا بجيب دي لان بعض الكتب بطور المعادلة التانية كمان طب نرجع تاني بقى للموضوع هل ممكن افكر بطرحة عكسية ان انا اخذ المعادلة دي وبدل ما افكر في تحويل AX plus B دي الى صورة حقق للشرطين دولت اللي هي شرط ان قيمة المتغير التابع دايما اخذ بالمعادلة دي دايما موجب ودايما محصول بين 0 و 1 هل ممكن افكر بعكسي يعني ايه يعني امسك الواي هات دي واسيب اللي محطين زمية اغيرها بحس ان الواي هات اللي هي القيمة المتغير التابع المتنبأ بيه اغيرها بحس انها بدل ما تبقى هي محصولة بين 0 و 1 ممكن هي اللي بقى لتتغير وتبقى محصولة ما بين مالا نهاية موجب مالا نهاية لسالب مالا نهاية هل ممكن ده واسيب لي AX plus B زمية اه ممكن اه ممكن طب ازاي الامر ببساطة ان انا اقول طيب انا عايز وي هات عايزها انها نمر واحد تاخد قيم يعني محصورة ما بين سالب مالا نهاية وموجب مالا نهاية ازاي اعمل الموضوع ده ببساطة اقول وي هات على واحد نقص وي هات خلي بالك الواي هات محصورة ما بين ايه 0 و 1 0 و 1 طيب لو انا حطيتها بسفر سفر على اي حاجة بسفر تمام سفر على واحد ناقص سفر يعني يبقى بسفر طب لو حطيتها بواحد اللي بقى لك بقى معيه هنا وبعد حطيتها بواحد يبقى واحد على واحد ناقص واحد واحد على سفر واحد على سفر طوال الرياضة يقولون على طول لا واحد على سفر ده بيساوي سالب مالا نهاية لا بيساوي مالا نهاية ده بقيمة لا نهاية يعني واحد هتقسمه على ولا حاجة هتجد ان هذه قيمة نهاية انفينيتي قيمة غير محددة قيمة نهائية هذه المعادلة البسيطة خلتني أن بدل ما كنت Y محصولة بين 0 و 1 أصبحت محصولة ما بين 0 و ملا نهاية أه ما بين 0 و ملا نهاية وقعد كده جرب حطت مثلا ال Y هادي لما حطها مثلا ب 2 من 10 هي مش ممكن محصولة ب 0 و 1 حطها ب 8 من 10 وال 1 ناقص 8 من 10 بصت لقى أن دي قيم مرة ب 2 و مرة ب 10 و مرة ب 15 و مرة ب 500 و مرة ب 1000 و مرة ب 5000 أسأل Push هكذا من أنت حاجت طيب إحنا كده ضمننا إنها محصولة بين 0 و ملا نهاية لكن أنا كمان أرغب قيمة السالبة فين القيمة السالبة إيه المعادلة أو إيه الدالة اللي ممكن تخش على قيم محصولة ما بين 0 و ملا نهاية تحولها لي إلى قيم محصولة ما بين سالب ملا نهاية إلى ملا نهاية داخل على قيم مجابة بس حولتها لي إلى قيم مجابة وسلبة الدلة ديت هي اللغرتمة وبرضو اللغرتمة للأساس الطبيعي الدلة اللغرتمية أو log أو البعض الكتب يسميها lin اللغرتمة اللغرتمة للأساس الطبيعي لwhy على واحد ناقص y أو y hat على واحد ناقص y اللغرتمة ده اللغرتمة ده لو دخلت عليه قيم قيم أقل أقل من الواحد هيديني قيم بالسالب يعني اللغرتم جرب قد الكلام ده على ملف اكسل وجرب كده الكلام ده لغرتم 2 من 10 طلع لقيمة بالسالب لغرتم 7 من 10 طلع لقيمة بالسالب طب لغرتم 2 و 3 و 4 يطلع لقيمة بالمجاب إذن أنا قدرت أن أنا أحول بدل ما أحول ax plus b ax plus b بدل ما حولت فيها أنا عملت العكس حولت قيمة ay y لازم برض قبل ما تسيب الشرح ده يقول لك حاجة مهمة جدا إيه العلاقة بين الدلة القصية والدلة اللغرتمية إيه العلاقة بينهم ده العكس دي دي عكس دي إحنا تعلمنا الزمان وإحنا صغيرين إن الجامع عكسه عكسه طرح صح؟ ثم قبرنا شوية وقالوا لنا لا كمان ده ده التربيع عكسه الجزر التربيع مش كده أول حاجة هو لنا الجامع والطرح عمليتين عكسياتين بعضين قالوا لنا بعد كده شوية قالوا لنا لا ده كمان الجزر التربيع والتربية يعني الجزر التربيع والتربية اللي 2 دولها عمليتين عكسياتين يعني لو عندك رقم عندك رقم 10 20 100 200 300 لو هذا الرقم أخد الجزر التربيع بتاعه ثم الناتج ربعته هيطلع نفس الرقم. لو عندك اي رقم اخدت بتاعه او الدلة القصية بتاعته والناتج اخدت اللوج بتاعه يطلع لك نفس الرقم. دي طبيعة الرياضة دي طبيعة كذا. اذا المعادلة بتاعتي الجديدة هي عبارة عن ان انا عندي اللغة رتمة او الدلة اللغة رتمية. لغة رتمي على واحد ناقص واي يطلع لغة رتمية دي تساوي اكس بلاس بي. يعني بدل ما كنت اي قول اي قس كذا وكذا. الصورة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي هي الصورة دي دي. لغة رتمي واي على واحد ناقص واي. بيساوي اكس بلاس بي. ارجع للسؤال المهم اللي انا عامل الفيديو ده عشانه. ما معنى كلمة ما معنى ايه. يبقى الزيادة في ايه تقابل الكلام لغة رتمي القيمة رياضية. لكن ايه تقابل دي معنى ايه. لغة رتمي ماشي. عرفنا ان دي معادلة رياضية. ما ليه واي على واحد ناقص واي. واي على واحد ناقص واي. احنا قلنا واي احتمال وقوعه الحدث. واحنا بنتكلم على binomial variable متغير ثنائي. واي على واحد ناقص واي. يعني احتمال وقوعه الحدث على احتمال عدم حقوقه. يعني كأنه احتمال وقوعه الحدث على المتمم لهذا الحدث. لان ما عنديش حاجة تانية. يأمن الحدث. يأمن عكسه. عشان كده نحن عندنا ايه؟ binomial. القيمة دية اللي هي واي على واحد ناقص واي. ده اللي احنا بنسميه odds ratio. نسبة الترجيح. واي لو احتمال وقوع الحدث على واحد ناقص واي. لان احتمال وقوع الحدث زائد احتمال عدم وقوعه بيسوي واحد. لان انا ما عنديش حاجة تالتة. اذا لما اقول واي احتمال وقوعه الحدث على واحد ناقص واي. ده معناه احتمال وقوع الحدث مقسوم على احتمال عدم وقوعه. ده بنسميه ايه؟ odds ratio. ايه معنى odds ratio دي. نسبة الترجيح. وفيه فرق بينها وبين كلمة الاحتمال الاحتمال. احتمال حاجة تحدث وبينها وبين نسبة الترجيح. اه. دي من الاشياء المهمة جدا. اللي احنا لازم نوضحها عشان نفهم. عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان لما ارجع اقولك ان الـ ax plus b ده معناها. ده معناها. ان ax ده معناها. ان عندما ايه دي تمثل ايه؟ مقدار الزيادة التي تحدث في قيمة لغارتما. نسبة الترجيح. عندما يزيد المتغير المستقل لدرجة واحدة. مرة تانية. ايه؟ ده في اللوجيستيك. شوف الكلام هنا كعب لشوية. لكن هنبسطه ان شاء الله. مرة تانية. ايه معنى ax؟ معناها ببساطة. ايه دي تمثل مقدار الزيادة التي يحدث في قيمة لغارتما. نسبة الترجيح. عندما يزيد المتغير المستقل لدرجة واحدة. مش زي ما بعض الناس بيقول ان ده مقدار الزيادة في المتغير التابع. لا مش كده خالص. ده الموضوع حاجة قصة تانية خالص. يبقى مرة تالتة ورابعة. ان الايه ده بيمثل مقدار الزيادة التي تحدث في نسبة الترجيح. في لغارتما. لغارتما نسبة الترجيح. عندما يزيد المتغير المستقل لدرجة واحدة هي بقي احكي بقى نسبة الترجيح ده. تعالي شوفة كده معبارة. نسبة الترجيح إيه المخصوط نسبة الترجيح ما الفرق بين الاحتمال و الا След Y youth ratio اللي هو نسبة الترجيح إيه الفرق ما بينهم إيه الفرق بين الكلمة احتمال و نسبة الترجيح الفي فرق بين الاثنين هل الاحتمال و نسبة الترجيح الاثنين حاجة واحدة ولا حاجات مختلفة أنا أعمل كده الكلام ده عشان خاطر أرجع ايه معنى الكلام منه أنا قلته ده إيه معنى المقدار الزيادة التي تتطرق فيهه ده غيره من نسبة الترجيح عندما كذا هيبقى لازم ما فهم يعني نسبة الترجيح ويعني اه احتمال يعني احتمال الفرق في فرق بينهم ولا ما فيش تعني ادي كده ايه مثال بسيط لو انت من الناس اللي بتحب الصيد يعني غاوي صيد واحنا في سكندرية طبعا تحب تروح تصطاد لو افترطنا انك انت من هوات الصيد وانك انت كل مثلا في الشهر بتروح عشر مرات تصطاد سبع مرات منهم سبع من العشرة دولت بترجع معاك سمك كده وحاجة جميلة وثلاث مرات منهم بترجع ما معاكش حاجة شبكة فاضلة ايه احتمال انك انت ترجع ومعاك صيد معين الاحتمال مرة تانية الاحتمال الاحتمال ان انا اجع بصيد سبع على عشرة سبع على عشرة جات من اين سبع ده المرات ان انا بجات من خلال المشاهدات بتاعتي السبع دولت ان انا كنت برجع بيهم من عشر مرات يعني سبع على عشرة طيب ايه احتمال ان انت ترجع بدون صيد معاكش حاجة ثلاثة على عشرة يبقى لو جمعت السبع على عشرة زائد ثلاثة على عشرة يطلع لك واحد اذا احتمال والمقابل ليه احتمال ايه تاني يبقى الاحتمال سبع على عشرة والمحتمال المكمل ليه هو واحد ناقس سبع على عشرة واحد ناقس سبع هو الاحتمال المكمل ليه كده ما فيش احتمال تاني اما انترجع معاك سماك اما انترجعش الاحتمال ليسا ما كيفش على يثبت الترجح خالص الاحتمال الاحتمال يبقى اذا الاحتمال عبارة عن ايه احتمال وقوع حدث معين هو عبارة عن ايه عدد مرات حدوث هذا الوقوع هذا الحدث على عدد المرات الكلي مرة تانية الاحتمال هو عبارة عن احتمال وقوع حدث معين احتمال ان شيء يحدث هو عبارة عن عدد مرات وقوع هذا الحدث على عدد المرات الكلية انا بقولك ما احتمال ترجع بصيد يبقى عدد مرات وقوع الحدث سبعة على عدد مرات الكلية اللي انت رحت وهم عشرة يبقى سبعة على عشرة طبعا لو اخدنا الجانب السلمي يعني احتمال ان انت ترجع بدون صيد تلاتة على عشرة لأن عدد مرات وقوع الحدث ثلاثة العدد مرات الكلية عشرة طب ده جميل هبقى نتكلم على نسبة الترجيح ما نسبة ترجيح نفس الموضوع بس ما نسبة ترجيح العودة بصيد من الأسماك نسبة الترجيح عبارة عن إيه عبارة عن احتمال وقوع الحدث على احتمال عدم وقوعه يبقى احتمال وقوع الحدث نحن بنقول نسبة الترجيح العودة بصيد من الأسماك طب هو نسبة ترجيح حدث مقابل حدث تاني يبقى 7 على 10 تقسيم 3 على 10 طبعاً العشرة الفوق تروح معاً تحت وفضلك 7 على 3 الله يبقى نسبة الترجيح انك انت ترجع بسيطة هي نسبة 7 إلى 3 يبقى إيه الفرق بين نسبة الترجيح وبين احتمال وقوع الحدث بين الاحتمال النسبة الترجيح واحتمال وقوع الحدث الفرق بينهم في المقام وليس البسط لاحظ ان نسبة او احتمالية الصيد احتمالية العودة في صيد هي 7 على 10 المرة دي نسبة الترجيح 7 على 3 يبقى الفرق بينهم موجود فين مش في البسط موجود في المقام الاحتمال بنقسم على كل على جميع الاحداث المحتملة بينما نسبة الترجيح بنقسم على احتمال وقوع الحدث المكمل للموضوع احتمال وقوع الحدث المكمل يعني السبعة ايه هو الحدث المكمل اللي ترجع من غير حاجة بـ 7 على 3 لو حولناها الرقم يطلع تقريبا كام تقريبا اتنين وحاجة يبقى اذا يبقى تقريبا كده الفرصة وازاك بعض الناس بيترجيب نسبة وترجيح لناها الفرصة ان فرصتك ترجع بصيد هي تقريبا نسبة اتنين او ضعف تقريبا ضعف ضعف او مرتين ونص انك انت ترجع بدون صيد يبقى نسبة الترجيح هي عبارة عن ترجيح احتمالية الترجيح او وقوع حدث معين بس هذا الترجيح ما بيبقاش على الاحداث الكلية ولكن على الحدث المكمل نسبة الترجيح العودة بصيد قلنا 7 على 10 نسبة الترجيح هي ترجع العود بصيد نقس ماكي عبارة عن 7 على 10 بدأ اقولها 3 على 10 ممكن 1 نقس 7 على 10 انا ليه بقى اقولها كده عشان افكرك بقى بالخطة التانية y hat على 1 نقس y hat اللي هي log بتاعها تبقى اذا ان ده عبارة عن ايه odds ratio احتمالية وقوع الحدث اللي انا متم بيه بس مش نسبة ترجيح وقوع الحدث اللي متم بيه نسبته الى ايه الى الحدث المكمل y hat على 1 نقس y hat يبقى اذا هم ده فكرة نسبة الترجيح حدث مقابل حدث اخر طب لو احنا خدنا مثال اخر سريع كده ما نسبة الترجيح من اختيار سيدة من الكنقاء عندي خمسة خمسة في منهم ثلاثة سيدات واثنين رجال نسبة ترجيح السيدات على الرجال السيدات احتمالهم ثلاثة على خمسة والذكور اتنين على خمسة اشير للخمسة من هنا يبقى انه ثلاثة على اثنين يبقى نسبة ترجيح اختيار سيدة أكبر من نسبة ترجيح اختيار رجل يبقى نسبة إلى الرجال نسبة ترجيح اختيار سيدة من العينة اللي قدام مني دي هي نسبة واحد ونص يعني فرصة ظهور سيدة لو أنا اخترت كده بيراندم واحد من العينة دي نسبة ظهورها أنها يكون سيدة مرة ونص نسبة أنها تكون راجل يعني فرصة السيدات خمسين في المية أكتر خمسين في المية جبت منها خمسين في المية إن سبقى الواحد ده يبقى 50% أكتر من نسبة الرجال في الاختيار واضح؟ يبقى نسبة الترجيح طلعت 3 على 2 يبقى إذن الاحتمال نسبة وقو حدث معين نسبة إلى الأحداث الكلية أما نسبة الترجيح هي عبارة عدد مرات احتمالية عدد وقو حدث معين بس مش نسبة إلى الأحداث الكلية ولكن إلى الأحداث المقابل هنا أنا عندي احتمالين أنا بختار إما انذكر أو سيدة أو رجل فأنا أختار فنسبة ترجيح السيدات 50% أكتر جبتني من اللي 50% ما هو 1.5 ونزلك نسبة الترجيح إذا طلعت بواحد معناها 50-50 يعني معناها نسبة الترجيح متساوية هنا وهنا لكن إذا طلعت أكبر من الواحد يبقى ناخد الزيادة ونفسر ونقول دي نسبتها أكتر 50% من العينة الثانية طيب دعني بقى نقرر مع بعض الاحتمالات واحتمالية مقابل نسبة الترجيح طبعا الاحتمال أقل قيمة لسفر وأقصى قيمة لواحد لكن أقل قيمة لنسبة الترجيح سفر برضو لكن أكبر قيمة غير محددة ممكن تبقى عشرة ممكن تبقى مية ممكن تبقى ألف طبعا ممكن إذا كان احتمال وقوع حدث ما يساوي واحد فهذا معناه أن هذا حدث مؤكد الوقوع خلي بالك من الكلام ده بينما نسبة الترجيح متسوية شوف العكس لو كان احتمالية وقوع حدث بواحد يعني هذا حدث حتمي حيقع لكن لو نسبة الترجيح طلعت بواحد معناها أن احتمال وقوع الحدث يساوي احتمال عدم وقوعه يعني 50-50 إذا كانت نسبة الترجيح حدث ما يساوي واحد فهذا معناه احتمال وقوعه يساوي احتمال عدم وقوعه بنفسر على أن نسبة الترجيح وقوع حدث نسبة إلى حدث آخر مكمل إذا كان احتمال بقى الوقوع الحدث يسوي صفر هذا معناه استحالة وقوع هذا الحدث هذا مش ممكن يحصل طيب إذا كانت نسبة الترجيح بتسوي صفر يبقى هنا هيتفقل لتنين في هذا المعنى أرجو أن نحن يعني نسمع الفيديو ده والراجع أكتر من مرة في أي تعليقات ياريت أن أنا أسمعها لأن أنا مهم جدا أن نفهم الفرق الاحتمالية وبالنسبة الترجيح لأن ده هيخلينا نرجع تاني على الحضار اللوجستي ونبدأ نقول ما معنى قيمة ايه معنى قيمة AX معناها أو كلمة معامل الانحضار معناها أن قيمة لغة رتمة نسبة الترجيح هتزيد بمقدار هذا المقدار هو عندما يكون المتغير المستقل يزيد درجة واحدة إذن تمثل المقدار الذي يحدث فيه نسبة الترجيح في لغة رتمة أسف لغة رتمة نسبة الترجيح عندما زيد المتغير المستقل لدرجة واحدة إذن خلاصة هذا الجزء اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هو أن تفسير الريجريشن برامتر اللي هو معامل لانحضار اللي هي A ده بيعبر عن مقدار الزيادة التي تحدث فيه أو ممكن تكون طبعا نقصان مقدار الزيادة التي تحدث أو مقدار الزيادة أو النقصان اللي ممكن أنها تحدث في قيمة لغة رتمة لغة رتمة نسبة الترجيح عندما يزيد المتغير المستقل درجة واحدة بنرجع بنأكد على فكرة إن احنا قدامنا معادلتين المعادلة الأولانية ديها دي معادلة اللي بتربط ما بين Y hat اللي هو احتمال وقوع الحدث اللي هو المتغير التابع بالمتغير المستقل اللي هو X وطبعا دي معادلة الانحضار اللوجستي دي المعادلة اللي بتستخدم عشان أحسب من خلالها قيمة معامل البرامتر المعامل الانحضار اللي هو E وبستخدم أيضاً أو بستخدمه أيضاً ل from the intercept اللي هو القاطع أو الجزء الثابت في المعادلة هذه العلاقة علاقة غير خطية علاقة غير خطية لكن عندما أحب أن أنا أفسر معامل الإنحدار الregeration parameter بخش على المعادلة رقم 2 المعادلة دي هي دي المعادلة اللي أستخدمها علشان أفسر معنى معامل الإنحدار لاحظ أن المعادلة دي معادلة خطية لكن المعادلة دي ما بين إيه وإيه ما بين اللغة رتم نسبة الترجيح والمتغير المستقل دي معادلة خطية ودي يتمثل بخط مستقيم لكن المعادلة اللي فوق دي معادلة منحنية ويتمثل بي الشكل اللي هو سمينها شكل شبه حرفي الاس هذي المعادلة اللي فوق إذن لما بحسب معاملات الانحضار باستخدم المعادلة اللي فوق لكن لما أجيب أفسر باستخدم المعادلة اللي تحت المعادلة اللي تحت زي ما قلت هي معادلة خطية علاقة خطية ما بين لغة رتم نسبة الترجيح بالمتغير المستقل اللي هو اكس ولما عملتها معادلة خطية أقدر دلوقتي أقول أن العلاقة هنا هوت أو أن ايه بتمثل مقدار الزيادة أو النقصان الذي يطرق على لغة رتم نسبة الترجيح عندما يكون أو عندما يزيد المتغير المستقل لدرجة واحدة طيب إيه خصائص ندوة الترجيح دي نشوفها مع بعض أو خصائص لغة رتمة نسبة الترجيح خصائصه فيه طبعا حاجات مهمة جدا إذا كانت نسبة الترجيح أقل من الواحد الصحيح فإيه معناها؟ معناها أن احتمالية وقوع الحدث اللي احنا مهتمين به اللي هو قد يكون القبول بالجامعة قد يكون الاستكمال الدرجة إلى المية أقل من احتمالية عدم وقوعه فإذا كان الأمر كذلك يعني إذا كان نسبة الترجيح أقل من الواحد الصحيح يا ترى قيمة اللغارات مبتاح هيطلع بيطلع بيكون مقدار سالب بيكون مقدار سالب طيب علشان كده لما نيجي نشوف بقى برنامج الاس بي اس اس نفتكر الكلام ده كويس جدا إذا كان لغة رتمة نسبة الترجيح بالسالب فده معناه إيه؟ أكيد نسبة الترجيح نفسها مقدار أقل من الواحد طيب إذا كانت نسبة الترجيح أكبر من الواحد الصحيح فمعناها إن احتمالية وقوع الحدث اللي احنا مهتمين به اللي هو القبول بالجامعة أو استكمال الدرجة العلمية أو بقاء الجنين على قيد الحياة كل الكلام ده أكبر من احتمالية عدم وقوعه وفي الحالة دي لغة رتمة نسبة الترجيح هيكون قيمة مجابة هيكون قيمة مجابة وقيمة مجابة كمان إيه؟ أكبر من الواحد أكبر من الواحد طيب إذا كانت نسبة الترجيح إذا كانت نسبة تساوي الواحد الصحيح ده معناه إيه؟ احتمالية وقوع الحدث بتساوي احتمالية عدم وقوعه وبالتالي بيكون ما فيش علاقة ما بين المتغير والمستقل وما بين المتغير التابع بتاعنا يريد النقطة دي تكون واضحة لأن دي قيم اللي هتظلنا ونحاول بقى انفسارها إيه معنى أن لغريت من نسبة الترجيح قال إيه قيمة سالبة معنى أن في علاقة عكسية بين المتغير والمستقل والمتغير التابع إيه اللي إذا لقيتها أنها مو جبة يبقى في علاقة طردية بين المتغير التابع وبين احتمالية وقوع احتمالية وقع المتغير التابع ومبين المتغير المستقل طب لقيته يساوي واحد الصحيح لقيته يساوي اللغريات مئ Pvt يتلع بسفر تلع بسفر اللغريات ولا بالموجة ولا بالسر يستطيع معناها لا يوجد علاقة مبين المتغير التابع واحتماليته وقع المتغير التابع وبين المتغير المستقل هذا اللي يظهر لنا في بردامج SPSS SPSS بيدينا خانة بتعبر فيها عن ما يسمى قيمة A اللي هي بتعبر عن مقدار الزيادة أو النقصان اللي بيطرق فكذا فإذا لقينا قيمة A طالعا مجابة اللي هي معامل الانحضار نعرف إن فيه علاقة مجابة مبين المتغير المستقل واحتمالية حدوث المتغير التابع ونقطة من أول الصدر يعني ما نزودش عن كده نقول إن طالما لقينا قيمة A مجابة يبقى نقدر نقول كذا نقدر نقول إن العلاقة مبين المتغير المستقل واحتمالية وقوع المتغير التابع علاقة طردية علاقة مجابة وإذا لقيت قيمة معامل نحضر بالسالب لس بي اس نطلع بالسالب يبقى نقول كده أن العلاقة بين المتغير المستقل واحتمالية وقوع المتغير التابع علاقة سلبية يعني ده بيأثر بسرعة عكسية وما زودش أكتر من كده لكن عايز أقول بقى أن المقدار ايه ده بيعبر عن ايه نرجع تاني بنقول ده بقى بيعبر عن مقدار الزيادة أو النقصان تحدث فيه لغاريتم كذا وهل ده ليه معنى ولا ملوش ده نحن برضو هنكمله ايه يعني أنا استفدت ايه لما انا قلت يعني المقدار زيادة بنقصان في لغاريتم نسبة الترجيح ايه استفدت ايه كباحث او ايه معنى الكلام ده كلام ده في حد ذاته ملوش معنى ولا ليه قيمة تطبيقية لكن احنا عشان كده هناخد خطوة تانية وحنقول طيب هل ممكن نخلص من حتة اللغاريتم ده انا هنأكد عليه يبقى افقا للمعادلة فاذا ذات المتغير المستقل لإكس درجة واحدة فان لغاريتم نسبة الترجيح يزيد بمقدار ايه وليس المتغير التابع مش المتغير التابع ولكن لغاريتم نسبة الترجيح طب ممكن نخلص بقى نجي نكلم طب انا ممكن اخلص من كلمة لغاريتم دي بلاش منها واقول حتى على الأقل نسبة الترجيح من غير ما اقول لغاريتم اقول لنسبة الترجيح هزيد بكذا واحنا فهمنا عن نسبة الترجيح أو ممكن نعمل كده إزاي إن أنا أخد قيمة إيه اللي هي البرامتر ريجريشن برامتر معامل للحضار اللي بدي هالي برنامج الاس بي اس وأخد الـ exponential بتاعتها أو الدلة القصية بتاعتها ليس إحنا اتفقنا في الفيديو ده إن العلقة بينهم علاقة عكسية ما بين اللغاريتم والدلة القصية ده بيضيع ده طب لو أنا كده عايز أخلص من اللغاريتم يبقى أخد الدلة القصية بتاعت قيمة إيه فلما أخد الدلة القصية بتاعت قيمة إيه نسبة الترجيح وعلى فكرة وده برضه هنشوفه في الجزء بتاع الاس بي اس اس ان الاس بي اس اس يبيديك قيمة ايه وبيديك الاكسبونينشال بتاعيتها بيديك قيمة الاي او الاي قص اي بيديها لك ما دي معنى كلمة اكسبونينشال ايه يعني اي قص ايه واحنا قلنا ايه دي معناها ايه ده مقدر سابت بيساوي اتنين علامة سبعة واحد تمانية اثنين تمانية اربعة قلنا الرقم ده هو طبعنا نتكلم في الشارع يبقى اذا ممكن عايز لقاتش اقول ايه حتة المهمة الاضافة الجديدة ان انا ممكن اقول ايه ان اذا اعطاني البرنامج مقدار ايه قادر اقول ان قيمة اكسبونينشال ايه او اي قص ايه ده بيساوي مقدار الزيادة او النقصان التي تطرق على قيمة نسبة الترجيح على قيمة نسبة الترجيح ونسبة الترجيح انا فهمنا معناها يعني مقدار اللي بيخلي فرصتك تزيد بمقدار قديه فرصتك زايدة بمقدار قدية لو العلاقة عكسية يبقى فرصتك هتنقص بمقدار قدية لو العلاقة عكسية بين المتغير المستقل واحتمالية وقوع المتغير التابع يبقى هنقوله فرصتك كل ما تزيد درجة عن المتغير المستقل فرصتك بتقل بمقدار قدية على احتمالية وقوع المتغير التابع طيب لو كانت العلاقة مجابعة يبقى فرصتك بتزيد مقدار قدية يبقى مرة كلمة إذا كانت العلاقة مجابة نقول بتزيد مقدار قد A أو تنقص مقدار قد A وفقاً لقيمة الإي قص A يبقى إحنا كده نقول تفسير قيمة معامل نحضار إذا كانت إيه سالبة بمعنى أنه لك علاقة عبسية بين المتغير المستقيل لمتغير التابعة فإن قيمة إي قص A أو الإكسبونيشل A تكون أقل من الواحد وعلى الجانب الآخر إذا كانت قيمة إيه مجابة فإن العلاقة بينهم بتكون علاقة طردية وبمعنى ذلك إن قيمة إي أكسبونيشل A أو إي أكسبونيشل A بدأكون أكبر من الواحد وفي الحالة دي وفي الحالة دي بيبقى نشوف مع بعض ميجي عن فيلماجل SPSS إزاي إن إحنا ناخد القيمة دي ونقول إن القيمة دي تعبر عن مقدار الزيادة أو النقصان اللي بيحدث به نسبة الترجيح في فرصتك فرصتك تزيد قد إيه أو تقل قد إيه في حالة لو دراكتك على المتغير المستقيل زات الدرجة واحدة عايز زيد قد إيه أو تقل قد إيه نسبة الترجيح في دوق فهمنا لمعنى كلمة نسبة الترجيح برنامج SPSS يقدم في النتائج طبعا إيه إكسبونيشل A وينشئ فترة ثقة ليكون فينس انتريفل لهذه إيه إكسبونيشل A لأنه يعلم أو طبعا اللي وضعيني لبرنامج فاهمين إن إحنا منيجي نفسر A ما ينفعش نفسرها كمقدار له حد لازم أحاولها للدلة قصية أقول إيه توزا باور إيه وإيه إلا البرنامج عطاه لي ليه قيمة دية معناها إيه ده المقدار الزيادة أو النقصان بفصر بها اللي بتحدث فيه نسبة الترجيح طب ممكن إن أنا سؤال مهم هل يمكن الرابط بين التغير في أي قيمتين متتاليتين للمتغير المستقلي يعني زيد درجة واحدة أو إنه زيد درجة واحدة باحتمالية حدوث المتغير التابعة مباشرة بلايش حاجات نسبة الترجيح دي يعني أتكلم عن أقول إيه إنه يزيد درجة يزيد بمقدار قد كده احتمالية وقوع الحدث بلايش نقول إيه يزيد نسبة الترجيح هل يمكن إحنا طبعا يمكن أن ناس بتحبت الاحتمالية أكتر من كلمة نسبة الترجيح لأن نسبة الترجيح يمكن قد تكون مش متدولة الإجابة لا مش ممكن طب ليه مش ممكن ليه مش ممكن أربط التغير في قيمة المتغير المستقل درجة واحدة بالاحتمالية مباشرة ليه لازم أربطها بنسبة الترجيح لأن العلاقة بين الاحتمالية والمتغير المستقل علاقة منحنية وليست علاقة خطية ما معنى أنها علاقة منحنية يعني شكل العلاقة ليس ثابت معدل الزيادة أو النقصان في المنحنة مسثابت في البداية زي الوصص زي النهاية ما دي عيب العلاقات المنحنية أما العلاقات الخطية فطبعا لأنه علاقة خطية من خط المستقيم فدايما العلاقة بين المتغير التابع أو نسبة أي تغيير مقدار سابق في التغيير متغير المستقل يقبله نفس المقدار يقبله مقدار معين في التغيير في المتغير التابع عبر قميع قيم المتغير المستقل لأنها علاقة خطية لكن في حالة المنحنة اللوجستي اللي هو منحنة ملتوي اللي هو عنحنة يتبع حرف الاس اللي هو علاقة منحنية ما يقدرش أقول الكلام ده لأنه لو شفنا مثلا فرق ما بين دركتين فرق ما بين درجتين على المتغير المستقل درجة واحدة على المتغير المستقل يعني أخدت درجة 30 و 31 فرق بينهم درجة بس 30 دي و 31 موجودين في نص المنحنة نقابلهم قد إيه تغير في الاحتمالية نفترض مثلا يقابلهم 2 من 10 لكن لو روحت قيبت فرق بين درجتين بس متطرفتين يعني 50 و 51 حلقة اللي 2 من 10 دون ممكن يعتبروا 2 من 100 إذن الفروق ما بين المتغيرات المستقلة الفروق السبتة ما بين المتغيرات المستقلة ليست واحدة عبر المنحنة اللوجستي وده السبب ايه لأنها علاقة منحنية وليست علاقة خطية يبقى يستحيل أن أنا أربط ما بين التغيير في المتغير المستقل والتغيير في المتغير او في احتمالية وقوع المتغير التابع لأن التغيير يختلف عبر قيم المنحنة اللوجستي أو المنحنة اللي هachelめてعمل مع capitalist السبب هو لأن العلاقة بين المتغير التابع ولغارية من ترجيح علاقة خطية عشان كده بنقول الكلام ده بنقول إن أي تغير في المتغير المستقل زيادة درجة في أي نقطة في العلاقة اللي بتربط بينه وبين لغارية من نسبة الترجيح بتبقى مقدر سابق لأنه أنا قلت علاقة خطية وهي موجودة في أمنينا في الرسمة من فوق علاقة دي علاقة خطية لكن الكلام ده لا ينطبق وعليف إن الفرق بين أي قيماتين متتالياتين للمتغير المستقل لهم نفس التأثير على الفرق بين القيماتين المتقبلتين بس المين لغريت نسبة الترجيح لمتغير المستقبل التابع لأنها علاقة خطية لكن لو رحنا بصينا على العلاقة اللي فوق ديت العلاقة دي علاقة منحنية وليست علاقة خطية يبقى على العكس بأن العلاقة بين المتغير التابع أو احتمالية وقوع المتغير التابع والمتغير المستقل العلاقة بين المتغير المستقل واحتمالية حدوث المتغير التابع لغير المستقل واحتمالية وقوع المتغير التابع علاقة منحنية وبالتالي الفرق بينهم بين أي قيماتين متتاليتين للمتغير المستقل لها تأثيرات مختلفة على الفرق بين الكماتين الموقبتين لاحتمالية حدوث المتغير التابع تأثيرات دي في بداية المنحنة ولا في نهاية ولا في الوسط طبعا أكبر تأثير للمتغير المستقل على احتمالية وقوع المتغير التابع أكبر تأثير بيكون في الوسط المنحنة وكل ما رحنا نحية أطراف المنحنة بنجد ان الفروق دي بتبقى فروق ضعيفة لو بصينا ادي شكل المنحنة اللوجستي وانا عامل طبعا ثلاث مناطق المنطقة اللي فوق والمنطقة اللي تحت الفروق ما بينهم الفروق ما بين الدرجات في المتغير المستقل لا تأثير محدود جدا جدا في الاطراف لكن في الجزء اللي هو معمول باللون الاحمر ده بيبقى الفروق بينهم ملها فروق بين اي درجتين بيبقى فروق كبيرة جدا على احتمالية وقوع الحدث اذا نرجع مرة تانية ونقول المنحنة اللوجستي المنحنة اللوجستي محتاج ان فكرة ان انا اعرف كيف افسر قيمة المتغيرات ومعاملات الانحضار في حالة هذا المنحنة وانا لما باجي بربط ما بين بحاجة يفسر معاملات الانحضار بربطها بربطها بقيمة نسبة الترجيح وليس بالاحتمالية لان الاخر حاجة عشان نغتم الفيديو ده لان ببساطة العلاقة بين المتغير المستقل والاحتمالية علاقة منحنية وبالتالي ما بقدرش افسر التفسير التقليدي لان التأثير بيختلف عبر والرسمة لسه قدام مننا عبر الاماكن المختلفة للمنحنة اللوجستي بينما لما قلت الموضوع لنسبة الترجيح اصبحت نسبة الترجيح ولغريت لدي علاقة خطية فقدر اقول ان الزيادة لانها زيادة سبتة وحنشوف الكلام ده بمثال يوضح ويأكد الكلام اللي احنا قلناه هنوقف لغاية هنا وان شاء الله هنستخدم في الجزء التاني تطبيق باستخدام برنامج الاس بي اس اس الجزء التاني هنستخدم طبعا الاصدار 25 طبعا مش هيفرق في الجزء ده كتير لكن قد يجد بعض الناس اختلاف في شكل النتائجة أو كده فيعرف احنا مستخدمين اي اصدار ايضا هستخدم البيانات اللي موجودة ديت البيانات دي متوفرة على شبكة الانترنت اللي عايز ياخد نفس البيانات ويجرب معنا اللي احنا عملناها ويشوف هنوصل لنفس النتيجة ولا لأ ده مهم جدا ممكن ينزل البيانات او الداتا من الموقع دهوت وعشان خاطر يدرب نفسه على فكرة استخدام نتائج الانحضار اللوجستي هنوقف لغاية هنا ونكمل ان شاء الله مع بعض في الجزء التاني اللي هو خاص باستخدام برنامج الاس بي اس اس في تنفيذ الكلام اللي هنشوف